موسيقى 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 السجنة موسيقى 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 ازاي بنحطهم مع بعض وقد ايه بنحط ايه في ايه هر يزيل تطلع ده موضوع بسيط خامس والكريمة دي اساسية ولا اختيارية لا ممكن كده وممكن كده اختيارية بس كريمة حلوة بطعم بطعم حلوة قوي بالذات مع الكنافة العصمان نبتدي بالبط الأول نبتدي بالبطة البط المحشي انا جايب طبعا واحدة بط سليمة وبنحتاج كباية رز مسلوء ممكن يبقى رز بسمتي البط دي بيبقى افضل لان الرز المصر بتاعنا حشدوبabilطي الأكثر يبقى وسلوء اتنين لمون وحدتين لمون وربقة كباد زبيب ومعلقتين سمنة ومعلقة زبدة التواب الكمون وجسط الطيب بنحتاج كرفص مفروم وشرائح طماطم وبسلطين مكعبات البماهير بتكتب وانا بك انت بتكتب بفعلا؟ نعيد بطاية سليمة وكوباية رز مسلوق ولمونتين ومعلقتين سمنة ومعلقة زبدة كمون وجسط الطيب وكرفص مفروم وحبايتين طماطم يكونوا متقطعين شرايح وبسلطين يكونوا متقطعين مكعبات وفصين طم وفصين طم وواحدتين فلفل رومي اقدر يكونوا متقطعين حلقات وتلات حبايات بطاطس وكوباية بسلة وملح وفلفل بصي اول حاجة اهي اول حاجة هنعملها هنا هنحط معلقة الزبدة كده ماشي وبعدين وبعدين نحط البصلايا مع فصين طم مع فصين طم بص متقطع بصل كبيري ازاي اقمنت عشان هتحشي بيها بالضبط كده اه وبعدين نحط الكرفس كرفس كده اوكي برضو ياخدتها شويحة ونسيبهم قا يتبالوا شوية وهم بيتبالوا كده نرش عليهم شوية ملح وشوية فلفل ماشي انا هقالوا الشيئ لك انا الملح والفلفل اهو قبل الهواء مفيدة قالتلي انا بقيت اساعد ماما لأ يعني طلب تساعديها ازاي ايوة مش كير قالتلي اه مامتي طلبت مني ان انا حط بضاية على البشاميل وانا بعمل البشاميل والبشاميل المعمول واضربهم بطلب رابوا عليك وعملت البشاميل بستيبا كنت كان احنا صانية مكارونة عملتها في حياتي ما هو انا اللي عامنا البضاية على البشاميل عيبت البشاميل اللي كان جاهز انا بس حطيت البضاية على البشاميل ايوة يعني هي الحاجة ربنا تجيز صحة هي اللي بتعمل كل حاجة فكانت مزنوقة فقالتلي حطي اه اه انا هاجي بقى قبل الفطار بشوية فحطي المكارونة في الفرن وعشان وشها قلتلي اعملها دا عشان تحمر الوس اه تحمر الوس بستيبا كنت عملت مكارونة اوف والله اوف بنحط رش الجسط طيب ورشة كمون رشة الكمون حلوة قوي مع البطل اه هي ريحة حلوة قوي يا شخمون ريحة الجسط طيب والكمون بالذات رشة الكمون مع البطاية دي هتبقى حلوة قوي بعدين بنحط شوية زنيب دا مايسكرهاش لا 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 يا حليل وكوباية رز ايه دا برضو اه حلوة الطريقة دي جديدة دي كله على بعد وكوباية بسلق بس انا مستغربة انك انتا حطيت الكراف اه بدري بدري اه الكرافس حلو انه هو يستوي مع البصل في الاول والطوم ريحته بتطلع اخدي بالك دا كرافس افرانجي مش كرافس بلدي العدام بتاعته بتبقى ادخن ويفضل ان هو يتسوي في الاول تب شوف انا هاي تسوي تصدري ايدي عملت الخلط نص سلق نص سلق اه اه اكينك بتسلولي مكارونة فمية زيادة نحط شوية فلفل تانية كده اوكي ورشة كمون تانية اوكي وندي تقليبة صويرة كده وبعدين ناخد الخليط الجميل ده مش عايزكو تقلقوا ان البصل لسه سليم خلاص يعني البصل ده هيدبل هاياخد وقت في البطاية هناخد الصناية دي هنا كده ونرس حلقات البطاطس فلسانية مش عينزل عليها السوس البطا وهي بتستوي يا سليم يا عم مفيدة كده خلينا نفتق نفكركم ان احنا معنا هنا تقطع عليك في شوية مهم ان احنا نحط واحدة ونص هنا كده ليه اه ده مع هم مصورو لا ده ده مع الحشوة بيبقى حلوة قوي بيطلع الطعم المزز اللي فيها بيخرج جوه الحشوة وبيدي طعم حلوة قوي لا 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 خالص ما تقليش اتنين مش اكتر من كده اه ماشي وبعدين نحط حلقات الفلفل كده اوكي فلسانية برضه وبعدين نحط حلقات الطماطم كده عملنا الدرسنج اللي تحتاني للبطا الدرسنج لا يعني الدرسنج الحشوة ايوة ايوة شايف محمود نعم البطا او اي حاجة احنا حنقول عليها الطيور زي ما بيقولوا في البلاد اوكي الطيور لما بتتعمل وانت خلاص غسلتها ونضفتها وخليتها زي الفل اوكي بس دايما كانوا انا بشوف يشوحوها في مستك بصي ليه بقى؟ علشان تشيل منها اي ريحة زفارة بصي انا وليك على طريقة حلوة قوي للبط والديوك اللي بيدخل الفورن يعني البطاية دي احنا مش هنسلقها هندخلها الفورن النصيحة اللي اناسحها لكم بعد ما تخسلوها بالدقيق والدقيق ده بيسحب الدم اللي مبورج جوه ونقحها شوية دقيق وخل والدقيق والخل الوحده مع الملح ودقيق اول حاجة بيسحب الدم اللي جوه البطاية رقم اتنين الملح الخشن اللي عامل زي رمل البحر ده بيفرق الجلد بتاع البطاية فبيشيل الشعر الصغير الريش الصغير اللي جوه البطاية رقم ثلاثة الخل بيشيل ريحة الزفارة من البطاية خالص بعد ما نخلص تماما ناخد واحدة لمون ونعصرها على البطاية كده وندعك بالقشرة البطاية من جوه ومن برع وما نخسلهاش تاني نفضل سعبينها باللمون اللي بقى بتضيع الزفارة تماما وتساعد على الزفارة اللي بيساعد على السوى ان احنا نسيبها في التدبيلة وقت طويل ده اللي بيخلي الأنسجة بتاعة البطاية أطرى لما الحاجة التب الوقت أطول ولذلك احنا لما بنيجي نشوي ونسيب فرخة أو حيط شوية ريش متدبيلين جوه التدبيلة من قبلها بيوم لما بنيجي شويها بتبقى أسرع وأسهل لإنها بتبقى شربت من التدبيلة ومن اللمون ومن الخل ومن البصل واستاوت الأنسجة بتاعة اللحمة بتبقى استاوت يعني أنا لما بنيجي ننظفها أكتر يبقى اللمونة زي الدقيق على اللحمة عشان يمسك البطاية بزبط كده انت كده عرفتي الدقيق هنا علشان يسحب الدم والملح علشان يشير ريش أنا عايزة سؤالي أنا معمل إيه أنا ممكن أن أقع دقيق في ملح في خل وحط البطاية كله مع بعض أوكي بعد ما عملها زي ما انت قلت مفيدة صح لا ممكن ممكن طيب ممكن بس كل حاجة ليها استخدام أيوة بعد ما استخدم كل حاجة لوحدها وبعدين أحشي البطاية برضو كده وشوية فلفل سود ماشي كده تدبيلة وشوية ملح أوكي كده وبعدين نحطها هنا كده وناخد من الحشو ده ونبدأ نحشي البطاية بنراحة كده بأدينا لابس جوانتي طبعا كده أنا ما بستعملوش عشان أنا حاجة نضيفة وإيه عشان ما بتتضخيش لا أنا لابس الإيه قبل فقرة الهوا أوكي وأنا ما بعرفش أركز وأنا لابس الجوانتي آه أوكي تمام بعدين بنحشي البطاية دي كده كده ممكن ناخد شوية زبيب تاني نحطهم هنا كده وبعدين طب هو الباقي بقى ده هنستعمله برضو هنستعمله ممكن ممكن نستعمله في حشوة تانية ممكن نحط عليه شوية شربة ما حطوا هنا آه لا يعني خلينا ناخد على قد البطاية عشان نستعمل البطاطس بالفلفل اللي تحت وناخد حتة سمنة مش زبدة ندهم بيها آه البطاية كده عشان تاخد دي لدي حاجة بعد التصوير أقول لك عليها عايز أقول لك عليها أوكي تمام عايز أسمع الإسم بتاع السمنة الإسم السمنة أوكي لا مش أقوله بس دي أحسن سمنة أنا بحبها وبستعملها طيب عشان أوكي بس دي أقول لك بنحط البطاية دي استنوا يا سلامي يا سلامي يا شهد محمود يا جامد الله الله بقيني صائم حسنيها البطا قطا 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 هذي قطا يا بطا بعدين نغطي البطاية دي ونسيبها ساعة كاملة في الفرن بعد ساعة بنشير ورقة السيلفر دي ونسيبها حوالي نصف ساعة النصيحة اللي أنا صح لكم حلقات البطاة استقومت قطا تخين علشان تاخد وقتها أقوم خلاص نخش في الحلو بقى عشان ما فيش وقت تطوير يلا بقى نعمل وفاضل أديوات حنا فاضل لنا أربع دقايق أربع دقايق لا لا حلو هلأ سريعا حلو جدا هتقولي مقادير الكنافة بصي هنجيب كنافة الأول أنا هقولي المقادير مقادير الكنافة اللي أنا عاملها بالمانجة النهاردة أي كنافة بتتحمر بالشكل ده بتال عليها كنافة عصمانلي 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 الكنافة العصمانلي دي بالمانجة والكريمة مقاديرها كلقاتي أنا جاي بنص كيلو كنافة وبحتاج أربع معالي سامنة بلدي وبحتاج كباية قشطة وكباية كريم شنطين بالراحة بالراحة أربع معالي هتنا على هالك نص كيلو كنافة وأربع معالق سامنة بلدي سامنة وكوب أشتر كوب كريمة عشان تستناف وكوب كريمة عشان تستناف ومعلقتين عصلا بيض وفصدق مفروم وعين جمل مخبص بصوا بقى الاختيارات المهمة جدا أستاذة فريدة نوع السامنة اللي احنا بنحمر بيه الكنافة مهم يبقى سامنة بلدي ومهم انها ما تتحمرش على النار انها تدخل الفرن فرن متوسط الحرارة عشان في الاخر تقرمش وتتفتفت كده وكلها تاخد اللون الدهبي زي ما احنا شايفينه ورحت السامنة ورحت السامنة تبقى فيها اقوم عملها بالسامنة ومدخلها الفرن وهي لما هتنشف هتلاقيها بتفرفت لحدها ده رقم واحد رقم اتنين مهم ان احنا بعندنا شوية كريم شانتيه وشوية اشتر ومهم كمان انه بعندنا شوية منجة شرايح مع حبة مكسرات ومعلقتين عسل او معلقتين شربات انا مستعمل معلقتين عسل الفكرة كلها في الكنافة بالمانجة ان انا كل ما قابل حد يقولي كنافة بالمانجة هعلمني طريقة الكنافة بالمانجة هي الموضوع ان انتو تتحمروا شوية كنافة ويعندكو بقية المكونات وتبدأوا ترسوها بس كويس ما تقليش استني حطي لي معلقتين بس بس بعد ما مفيدة حطت معلقتين كده نحط حطة منجة اوك وهاخد انا المعلقة التانية احط معلقة اشتا اشتا ومعلقة من الكريم شنطين وبعدين اقوم عملها كده بتساوي اوك استني قبل ما ترهي تاني نحط شوية فصدق صغيرين يلا يعملي طبقة تانية قطري المرضة تخليهم ثلاث معلقة قادر بعد ما مفيدة عملت كده هسويها برافو عليك نحط المانجة كده كويس وبعدين بتعيد تانية نعمل طبقتين تلات ناخد معلقة عسل لان احنا مستعملناش اي حاجة فيها سكر لحد دلوقتي غير السكر اللي جوه المانجة كويس العسل بيبقى احلى تقيل وطعمه حلو ومفيد التاني انا بقى عصاني بحبها بيعمل ازعاك شوية بيعمل ازعاك شوية للمعدة كويس كده نحط معلقة قشطة يا رب هندي تكون شايفة عشان تعملها لي بعض الفطار اه انا ممكن ااخد دي الكريمة يلا نعمل اخر طبقة كده نحط اخر طبقة كده 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 وبعدين وبعدين نحط على الوش شوية كريمة ممكن نحط الجميل انه هي معمولة طبعا شفاف عشان يبني الالوان دي فديت بقى جميلة اول اه لازم 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 تختاره رشي رشة كده مع شوية عين جمل خلينا جميلة جميلة هتلينا هتلينا التانية بالهنة والشيفة لكل اصدقائنا ده الحلو النهاردة وده شكل البطة النهائي ما شاء الله بالهنة والشيفة وصومة مقبولة شهين بشكرك أشاف محمود والله وديهدياتي الهاردة بشكركم ونقبلكم بكرة وحلقة جديدة من ستاتة ما بيعرفوش يقدموا ان شاء الله ان شاء الله باي باي كتبت كتبت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة